مشروع بيدعو للفخر على دفاف قناة السويس جداريات ضخمة بتزين دفاف القناة على طول الخط الملاحي وبتستقبل السفن والحويات من مختلف دول العالم بالحضارة المصرية والتعريف بيها وبتاريخنا وبالفنون المصرية اللي نفزت الجداريات دي بتقنية عالية جدا والوان زهية وشكل جازب وبيدعو للفضول إن إيه البلد اللي أنا معديها فيها إيه العظم اللي هي فيها دي يلا ندور على تاريخها ويلا نعرف قصتها وحكايتها المشروع كان حلم لضفتنا الكريمة معنا في السوديو صباح الخير يا مصر النهاردة الدكتورة سهير عثمان أستاذ الفنون التطبيقية بجامعة حلوان واللي حولت حلمها لحقيقة على دفاف قناة السويس صباح الخير برحم بيك يا دكتور شيء جميل ورائع جدا يا هبة إنه يحصل الحلم ده يتحول لحقيقة الفن الجداريات اللي ليه رسالة جمالية وتوثيقية وثقافية نعود عينينا على الجمال ونعود عينينا على رموز مصر نشوفها نعرف تفاصيل أكتر ضفاف قناة السويس بقت مزينة الآن بجداريات عملاقة جدا بتعكس الوجه الحضاري لمصر رموز أسماء أعلام للدولة المصرية على امتداد ضفاف قناة السويس نبدأ مع حضرتك بالفكرة لأنها فكرة مدهشة جدا بدأت إزاي وإزاي بدأ التنفيذ بوضع هذه الجداريات على ضفاف قناة السويس تمام السباح الخير عليكم السباح الخير على مصر جميعا أنا بس عايزة أقول حياتك هاخد الكلام من حياتك حياتك بتقول حلم لا هو ليس حلم هي أحلام الحقيقة أحلام الفكرة باختصار يعني سهير عثمان أنا فنانة مش مصرية شديدة المصرية يعني مصر في الجينات بتاعتي دي حقيقة من وانا طفلة فكلمة يعني الجمال الجمال ده شيء رائع جدا يعني يمكن منذ طفلتي وانا في المدرسة أحب الرسم أحب الموسيقى أحب كل حاجات يعني أي نوع من نوعيات الفنون المختلفة أنا بحبها الحقيقة الحركة أول ما دي خدت الستوديو خدت بالك من ألوان الستوديو والتفاصيل الصغران يعني عين الأستاذة حتى ألوانها شخصية يعني العين لا تخطئ الجمال يعني ده حقيقة وبعدين يعني الحاجة يعني اللي بتبقى سلبية شوية برضو بشوفها حتى مع الطلبة بشوفها يعني حاجة بتبقى بسيطة لكن يا دكتور انت شفتها إزاي ده إحنا مش عكنا عشان نرجع بس مرجعنا فأنا الحقيقة لما بقول شديدة المصرية نفسي نفسي أنا مش بقول كده دم تلفزيون دي حقيقي نفسي كل حاجة في مصر تبقى جميلة نفسي أمنية أنا لما مش هتكلم على الأعاصمة الإدارية والعالمين المناطق اللي فوق الروعة دي اللي يرفع لها قبعة لكن أنا بتكلم يعني كان بداية الفكرة دي أنا حديثة بتكلم في القاهرة الكبرى اللي هي المحافظة القاهرة والجيزة والأليوبية جيت قدمت الفكرة إن أنا قدمت موضوع كويس جدا ولم يتحقق بعد للأسف هذا الموضوع عنوانه جمال هذه المحافظات أنا مش بتكلم في زرع مش بتكلم في نظافة أنا بتكلم في شيء استراتيجية مكتملة عملت فعلا موضوع كويس جدا الحمد لله في محددات الموضوعية والمكانية والزمنية والاقتصادية وكل حاجة الحقيقة وقدمت للمسؤولين بس ما خدش الاهتمام الكامل خلينا في اللي تنفذ تسوكيه تمام أنا جيت فترة الوكالة بقى بدأت تفده شوية لأن أنا كنت وكيلة مرتين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة الخارجية فعملت الحقيقة في الركن فاروق حلوان صراحة يعني كانت مسابقة وتقدمت لها من خلال الكلية ودخلنا فيها فعلا وركن فاروق بجداريات حلوة جدا جدا تحكي تاريخ مصر ولكنها يعني ما أخدتش الاهتمام الكامل بعد كده ويعني الحد الوقتي مش عايزة يعني مش عايزة أقول محدش يهتم بيها إذا كان من رأساء الأحياء أو واتفر يعني بعدها الحقيقة جيت جدارية نجيم محفوظ طيب أنا عايزة أعمل لمصر فروحت بدعوة من سيادة الفريق أسامة الحقيقة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس دعاني عشان كان بممناسبة يعني ذكرى افتتاح قناة سويس فوحنا على المركب فوق الحقيقة سيادة اللواء أسامة ديستي مستشار سيادة رئيس الهيئة الحقيقة هو عارف أن أنا من زمان نفسي أعمل حاجة لمصر بس لم تتحقق بعد لمصر لمصر اللي هي زي ما قلت حالتك المحافظات التلاتة طيب فجيت قلت له وإحنا ماشيين بقى بالمركب الحقيقة استهواني يعني المنظر المية رائع جدا والسفن سفن العالم بتعدي رايحة جاية لكن للأسف على دفاتي المجرى الملاحي لقناة سويس في طوب ورمل وزلط طب قلت له طب يا سيادة الفريق يعني طب ليه ما نحطش بدل ده من الآخر كده متحف مفتوح جميل متحف مفتوح للعالم يعني دي وابتاخد الجولة طبيعي وانت ماشي في المجرى طبيعي بجد في الحقيقة بصراحة يعني هو فعلا اهتم مبدئيا وقال لي الفكرة كويسة جدا تبقى وريني أفكارك واتفع مع الأساسات اللي هو والسامن داست الحقيقة قال له نسق معاد ونشوف فقدمت رول رول بفور وافتر يعني دلوقتي المجرى القناة عامل كده وبعد رؤيتي هيبقى عامل كده فوريته بحوالي تسعين فكرة تصميمية جميل لدفطيق القناة متسلسلة تاريخية ولا أفكار مختلفة مصر حضرات مصر هدف دماغي إيه إن كل المراكب والأجانب والدنيا دي كلها تشوف مصر يعني فنون حضرات جميل يعني العالم كلها بتيجي لمصر لفنون حضراتها اللي هي فنون سبعة تلاف سنة فإحنا عايزين نوري ده ونوري حاجات أخرى المهم في الآخر الاختصار برضو الموضوع وللوقت الحقيقة سيادة الفريق وافق يعني الحمد لله ممثقة قيادية وقال لي طب الموضوعات بقى هتكون حوالين كتبتها منه فنون حضرات مصر اللي بنوريها للعالم حقبات بقى أو محطات مهمة إنجازات مصر المعصرة رموز مصر رموز مصر وهنمشيها نبتدي بعشرين جدارية في الأول مساحة الجدارية الواحدة ستمائة خمسة وسبعين متر مربع ستمائة خمسة وسبعين متر مربع عمل يدوي خالص طب ده حيخيدينا أسأل حضرتك احنا شايفين الصور كمان دلوقتي معانا على الهوى بعض أو نماذج لهذه الجداريات ومتكلم على رموز زي دكتور أحمد زويل ودكتور مجزي عقوب وغيرها من الرموز طبيعة العمل في مكان رملي وصخري وزي ما حاجت قولي على امتداد مساحة نتكلم على 600 متر مساحة بش هينة يعني محتاجة تركيز ومحتاجة كوادر مساحة اللوحة اللوحة الوحدة لكن المجرى 190 كيلو فده اشتغلتوا عليه ازاي دكتورة سوهير والكوادر كمان الفنية والمبدعة اللي اشتغلوا في هذه الكده نعم هو طبعا لما بقول عمل يدوي وعنديش بس الوقت ان انا احطه يضاف لموسوعة الجنيس معنديش الوقت عايز بروسيدجرس كده خطوات لان ده عمل يدوي بجد حديثك بتتكلم في 675 متر ومربع المساحة لكن عدد الشيتات او كلمة شيت طبعا يعني وراء بنلزق عليها بنلزق عليها مزايكاية مزايكاية المزايكاية الواحدة المزايكاية الواحدة سنتي ونصف سنتي ونصف يدوي عدد الشيتات دي 6675 شيت ده رقم ضحب جدا ده بيتم الانتهاء منهم خارجيا مش في الموقع نفسه او مش في المنطقة او بعدين بعد جدا تلازق او ايه بالزبط حضرتك انا طلبت الحقيقة من سيادتي الفريق ان اعمل الشغل في مصر في القاهرة وبعدين يروح على التركيب فقط لان انا مش العامل يقلن وظيفتي في القاهرة فما ينفعش ان انا اعمل ده وانا ابقى مقيمة هناك هو فهي خطوات فبعمل ده في القاهرة الحقيقة تكتر خيرو سيادتي المحافظ محافظ السويس سيادتي اللي هو عمنا مجيد سار وفر للمكان في مدينة جامعية في مدينة نصر في القاهرة مساحة حلوة جدا بتاعت ملعب اوها تتعمل ملعب مساحة حلوة قوي استدعيت طلبة يمكن الكليات كلها مدينة العظيمة كل طلبة كليات الفنون التطبيقية لانها مشاريع تخرج ليهم ولا طلبة فيهم اه لا فنون تطبيقية فنون جميلة تربية فنية انا كتبت على الفيس ودي حاجة كويسة تعليم للولاد اولا الله كل الفنانين المصريين اللي هنشوفهم بعد كده اسمقلة معي بالزبط بغض النظر عنهم ايه انا بعلمهم معي تلاتة أسيستنت بيعلمهم الطريقة والطريقة مش اختراع يعني يعني احنا قلنا واحد نين ثلاثة بس فكانوا حتى منهم بقول حياتك اعدادي اولى تانية تالتة ربعة ما يقرم مثلا من تسعين طالب وطالباء او او السمتي عليهم المهام يا دكتور السمتي عليهم المهام لان خبراتهم اكيد مختلفة يعني السنة اولى الحد او اعدادي اعدادي في فنون جميلة مثلا انفنون تطبيقية لحد سنة خمسة يعني خبراتهم مختلفة واقسامهم مختلفة بس هي لا هي مش بص اولي حياتك حاجة هي مش محتاجة الخبرة بالدرجة يعني انتي بتعلمي حد وعندي فريق مراجعة طبعا يعني حاجة اسمها شابلونة او فريم كده في مربعات فاضية اي المربعات الفاضية دي بيبقى كل طالب معايا ورقة الورقة دي محتوط فيها مثلا سي نصها يحط على حسب الرسمة نصها يحط مثلا مزايك ابيض ربعها من فوق ازرق الربع التالت كذا فتبقى فيه خطوات مسبقة بعملها انا الاول حقيقة كليدر يعني كتصميم الفكرة يا فندي عشان رضي بردو للمشاهدين فكرة التنفيذ مهمة طبعا وخطوة صعبة لكن اعتقد الاصعب فكرة الفكرة او الفلسفة او تصميم الموضوع يعني انا عايز اعمل ايه على يعني امتداد مجرى الملاحية طبعا وضع التصور والفكرة والفلسفة اعتقد ده مرحلة صعبة جدا سابقة وان شاء الله مش صعبة عشان انا بحب الحاجة فما فيش حاجة عندي صعبة خالق مش حاجة عندي مستحيلة ما فيش حاجة مستحيلة فيش حاجة احنا انسان المصري ده ده بيخرج بره بيعمل عمايل يعني صراحة بس الفكرة مرعت الحاجة دي مرعتها يعني انا مقدم مشروع سيء انا من الناس او غيري ويتحفظ او ما يتعاملش به يبقى حرام طب نبص عليه مثلا فبالتالي لحد ما وصلت لحاجة انا حباها بغض النظر اقسم بالله ما حسبت للروح ولا جنيه واحد طيب احنا قدامنا قدقيها دكتورة علشان نقدر نقول ان المجرى الملاحي كله تمالا بالجدارية دي ايه اللي خلصت لحد دلوقتي وايه المدد الزمنية اللي مفروض نخلص فيها كل المجرى نعم هو الحقيقة يعني يعني تم الاتفاق على عشرين جدارية مبدئيا طبعا عشرين ده رقم عشرين جدارية متوزع بتوزيع مشان اللي بوزع طبعا سيادة الفريق مع سيادة المستشار وعلى فكرة طبعا يعني في زيارات كتيرة لسيادة الرئيس راح هناك وشاف الجدارية دي هي هي كمحددات زمنية فعليا الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني الجدارية الوحدة يعني ماكسمام كده اقصى حاجة بتاخد شهرين تصميمات قريدي موجودة تنفيذ تاني تصميم وتنفيذ يعني بتتنفذ في في مدينة نصر في مدينة الطلمة وبتخرج بيوفروا العربيات نقل طبعا بتخرج بسنديق سنديق سنديق كده وبتترتب بترتيب بالأرقام وبالحروف احنا بنشكر حضرتك وكل التوفيق على المشروع الجميل اللي بدأتوه فعليا وان شاء الله يتم على خير ويكون مبهر مش بس اللي بيعدوا في المجرى الملاحي لقناة السويس احنا كمان عايزين ناخد جولة ونتفرج عليه لا لا ان شاء الله ومصر تبقى جميلة لان مصر جميلة فعلا طبعا كل المصريين كده نساعد بعض للارتقاء بمصر وجمال مصر طبعا مصر جميلة بفنانينها ومبدعيها وبفكرها كمان فكرة فكرة ده مش تخصصي اصلا انا متخصصي ده مش الجدريات بس عشان حبي في مصر انا خصصي اصلا انت لبعض نسيك جميل شكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا دكتورة سهيرة عطمان وستاذ الفنون التطبيقية شكرا لحضرتك وصباح الخير عليك عفوا لحضرتك وصباح الخير